بداية مع الأستاذ محمد العربي زيتوت أهل المسأل بك سيد محمد العربي زيتوت العضو أمانت حركة رشاد والديبلوماسي السابق ومعنا أيضا عبر خدمة سكايب الأستاذ سوفيان الشويتر المحامي والمحلل السياسي نبدأ المحور الأول لأستاذ محمد العربي وهو محور الاكتظاظ هكذا سميناه معروف جدا الاكتظاظ نقصد به الاكتظاظ لتشهده المدارس الابتدائية خصوصا ولكن نريد تعليقا منك حول ما قالته الوزيرة قبل الدخول المدرسي بيومين أو ثلاثة صرحت بأن الدخول المدرسي يكون سليسا وآمنا لم تتطرق إلى ظاهرة الاكتظاظ نهائيا إذا بالمواطنون يتفاجأون بهذا الاكتظاظ في المدارس الابتدائية خاصة في الجزائر العميقة السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله معنا وتحية المشاهدين الكرام هذا مكرر نراه كل سنة كل سنة يستمع الناس يستمع الجزائريون إلى خطابات للدخول المدرسي على أن كل شيء على ما يرام على أن الأشياء جميلة على أن ليس هناك مشاكل تذكر ولكن ناس تفاجأ قبل الدخول ثم مع الدخول بكم هائل من المشاكل التي تتراكم عام بعد عام فتكون أسوأ من العام الماضي قضية الاكتظاظ هذا العام يبدو على أنها أسوأ من سنوات مضت بالرغم من أن ما يسمى بالوزيرة راحت تكرر هي أو مسؤولين معاها كل شيء سيكون على ما يرام ليس فقط الاكتظاظ هناك الاكتظاظ هناك البرامج الدراسية التي فيها خلبطة كبيرة جدا هناك أساتذة الآن لا يريدون أن يدرسون لأن هناك ما يسمى بالجيل الأول والجيل الثاني للكتاب المدرسي هناك مدارس مهدمة تقريبا وأطفال سيجدون أنفسهم في العراء شبه العراء هناك مدارس لا تحتوي على طاولات وكراسي ربما الناس سيفاجأون أو البعض الذي لا يعرف لكن هذه حقيقة والأطفال يجلسون على الأرض وهناك صورهم تملأ الأنترنت وهناك وهناك أشياء كثيرة لكنها صراحة ربما الوزيرة كانت تتحدث عن منطقة غير المناطق ولكيف؟ حتى في العاصمة الذي يريدون أن يختزنون الجزائر كلها في الجزائر العاصمة هناك شفنا شاليهات في العاصمة وفي أحياء بعض الأحياء كوارث الوضع المدرسي ما أنا ما نحكيش على وضع المدارة اللي بعضهم لا يستهلش حتى أن يكون حارس في المدرسة ما نحكيش على الرشوة داخل المناصب وداخل الإدارات وداخل الفساد العارب الذي يتمدد في قطاع حساس جدا ما نحكيش على أوضاع الأساتذة الذين كثيرين منهم الآن رأوا اللي بعثوه 600 كم على الولاية نتاع واللي 300 كم على المدينة نتاع وعلى أوضاع كثيرة لكن بكل ألم هذه أوضاع ستتفاقم ولن تحل لأن المسؤولين على البلاد ليس لديهم للرغبة وللقدرة على حل مشاكل البلاد طيب ماذا عن الذي البيداغوجيون خصوصا في الجزائر يتكلمون على أنه لا يمكن أن نلوم الوزيرة على كل شيء الوزيرة ليست هي مسؤولة عن الاكتظاظ ليست هي مسؤولة عن النقل المدرسي ليست هي المسؤولة أن يحضر حافلة لنقل هؤلاء التلاميذ ماذا عن سلطات المحلية نتحد عن أولاد ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات هم المكلفون بإيجاد هذه العوامل التي تكون في صالح المتمدرسين المسؤولية مسؤولية مشتركة الوزيرة هي التي تعين المسؤولين على تعليم تقصد مديريات التربية والمديريات التربية والوزيرة هي التي تقبل أو ممثليهم الذين يقبلون العقود مع الناقلين مع الإطعام مع مع أنت في أي مكان في العالم لماذا هنا في هذه البلاد وأنت تعيش فيها منذ سنوات أو في أي بلد أوروبي مثلا يقع صدام لقطار معين قطار يخرج عن السكة يقتل ثلاث أشخاص يستقيل الوزير النقل لماذا؟ وهو مش مسؤول على سياقة القطار هناك واحد يسوق القطار هناك مسؤول عليه إلى آخر لا هناك اللي يفهم المسؤولية هي المسؤولية الشاملة أنت عندك مسؤولية شاملة وعامة إذا وضعت الناس المسؤولين في الإدارات المحلية إذا أخذت الرقابة إذا كان لك جهاز رقابي قوي إذا لك ستوضع كل هذه الأشياء وإلا نحن مسلمين ونعرف أن سيدنا عمر بن الخطاب قبل 14 قرن صرخة صرخة ما زالت مدوية ويعتبرها العالم اليوم أنه كان متقدم جدا عندما يقول لو عثرت بغلة في العراق لا سألني عنها ربي لماذا لم تصدحها الطريق يا عمر طيب أنت يا عمر يا سيدنا عمر أنت في المدينة والعراق تبعد عليك حوالي ألف كم وليس هناك أنترنت ولا تليفون ولا يا شعور المسؤولي لماذا شعرت المسؤولية يا شعور المسؤولية لأنه يعرف أنه مسؤول على كل ما يتم في الدولة إذن المسؤولية الأولى تقع على رئيس الدولة تقع على رئيس الوزراء تقع على الوزراء كل ما كبرت في المسؤولية كل ما كانت مسؤوليتك أعظم هذا الذي يفهم وهذا هو الذي يطبق في الدول التي تحترم أنفسها خاصة في الدول الغربية ولكن أيضا في دول أخرتان هذا الآن فإنا يعرفون أن المسؤولية تبدأ من الأصل من فوق ثم تنزل لتحت إذا لم تكن قادرة على إدارة هذا القطاع الحيوي فابتعدي لكنها لن تبتعد لأنها فرضت وفق اتفاقية فالدغراس السرية ما بين العصابة الحاكمة وما بين حكام الإليزي وستبقى بنغبريت تدمر والدمار العقلي والأخلاقي أبشع من الدمار المادي